ربما يجلبك لونها أو حتى طريقة وضعها لكن تبقى مكوناتها مجهولة أين يتفنن بعض المحتالين في تسويق التوابل بطريقة مخشوشة والأسوأ أن البعض يمزجها بمواد البناء كالرمل وغيره غير أن أصحاب المهنة يستنكرون هذه التصرفات رسل حانوت يديرون لوا الكمول لما يغلى يديرون لوا العظم تعزيتون لأنه ذاغ لحدنا عظم تعزيتون باش ميبنش في الفمتي كان أمور كما القرفة القرفة نتحكي معها ونقول لها القرفة مرحية تقولوا لا لا تكحل المرأة مرأة تكحل تشتير قولنا القرفة مرأة تكحل وما يديرون القرفة؟ يديرون لها الدباغة الدباغة تسويج دور الكيلو والقرفة تسوي 400 ألف إلى 300 ألف الكيلو لازم الواحد يكون متهنق مع داميرو ومحا عائلته خلتك شهاده وراح يقولوا درالي صغار العائلة مدهل دارو يروا عند لتعلمه هناك على بل وشي بيه ويقول لك هذا مليحة أنا شيتلي بوافغ ميشي بوافغ صابل دا الأخر دون زين بوشي بوافغ وصلت لدال جيتو سابل ميشي بوافغ ورحم بعد دانتي تلقيه هنا في كل شو كان هنا هرا هما الأخر تلقيه دايما في البلاسة هذك اليوم راوه هنا على بيل وراوه يخدع الاقتناء العشوائي للتوابل من شأنه أن يضع صحة المستهلك في خطر ما يستلزم وضع رقابة صارمة وتحليل للعينات في مخابر خاصة وتم اكتشاف وكذلك التأكد من وجود غش وتدليس في هذه التوابل يعني بعض التوابل يدرونها القرمود لأخر يدرونها الحجر يرحوه إلى غير ذلك أن تكون من حين لآخر رقابة مخبرية من خلال أخذ عينات وتحليلها ولكن الاقتناء هكذا عشوائيا دون معرفة البائع أو دون معرفة المصدر ففيها نسبة أو جزء من المخاطرة يقوم بها المستهلك الجزائري بيع توابل تخضع لمعايير صحية من شأنه أن يضمن سلامة المستهلك وضرورة التحر في مصدرها كفيل بتجنب الأسوأ شكرا